إذن الحديث الآن عن استعادة أمجاد الماضي وخاصة أن الدول الآن ربما بعض الدول ستستعيد التاريخ والذكريات فيما له غلاقة بانتهاء الحرب العالمية الثانية بكل الأحوال استعادة أمجاد الماضي مرفقة بطموحات بوتين الحاضرة والمستقبلية يترقبها الغرب في التاسع من هذا الشهر التكبر المخاوف من استغلال روسيا احتفالاتها بيوم النصر على النازية غدا للإعلان عن توسيع عملياتها العسكرية في أوكرانيا استعراض وفرض عضلات روسيا متوقع أكثر هذا العام أي العرض العسكري الضخم في الساحة الحمراء وما يحويه من أرتال الجيوش والقطع العسكرية علما بأن عروضا عسكرية أخرى ستقام في 28 مدينة روسية بمشاركة 65 ألف شخص ونحو 2400 نوع من الأسلحة غير أن مفاجآت بوتين قد لا تقتصر على طرازات الأسلحة والمعدات الحديثة التي غالبا ما يتفاخر بفرادتها فبحسب مراقبين خطاب الرئيس الروسي هذه السنة الأكثر أهمية لتأطير ليس فقط الحرب الجارية بأوكرانيا بل سجلاته مع الغرب أكمله وفي وقت أصبح الخطاب بمراحل الصياغة الأخيرة في انتظار وضع بوتين لمساته الخاصة من عبارات وهوامش ينتقيها وضعت وسائل أعلام في دول غربية نسخا متوقعة من الخطاب المنتظر شمل بعضها تسريع العمليات لإعلان النصر في أوكرانيا فيما ذهب آخرون إلى ترجيح إعلان بوتين لحرب شاملة على أوكرانيا منهيا مرحلة العملية العسكرية الخاصة رواية أخرى للخطاب الموعود تضمنت تلويح بوتين بيوم القيامة في وجه خصومه والمقصود هنا طائرة من طراز اليوشن ثمنون ورجحت مسؤولة سابقة في الاستخبارات الأمريكية أن يستخدم الاحتفال للدعوة لاستفتاء في لوغانس ودانيتس للتصويت على انضمامهما للأراضي الروسية لكن خبراء يؤكدون أن الرئيس الروسي سيضع النقاط على الحروف في التقويم الروسي لمسار العمليات العسكرية الجارية ومآلات مراحلها المقبلة كما سيحاول أيضا استخراج نصر من قلب الدمار وإيجاد التبريرات للحرب التي طال أمدها في أوكرانيا عكس التوقعات أو حتى عكس الخطة المرسومة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة